اشتركوا في القناة 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 موسيقى اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة موسيقى اشتركوا في القناة موسيقى 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 اهلا موسيقى اشتركوا في القناة موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة السورية يحشد بحشود غير مسبوقة وصفت بغير المسبوقة في ريفي حلب استعدادا ربما لانهيار التهديئة بشكل او باخر كيف تقرأ الواقع الميداني في ظل اعلان روسيا وتركيا هل تعتقد بان هذه المرة ربما ستمشي التهديئة الى خواتيمها يعني عمليا لا يمكن قراءة الواقع السوري واي حدث في الواقع السوري بشكل تفصيلي يجب قراءة ضمن اطار ما يحدث على المستوى الاقليمي وعلى المستوى الدولي ايضا حتى تكون القراءة موضوعية الى حد ما اليوم نحن امام مسار تفاوضي موسع اصباح اليوم اصبحت الحالة السورية اليوم مرتبطة بالحالة الليبية بالحالة يعني مستحدثا اصبحت مرتبطة بالحالة الليبية نعم ومن قبل هي مرتبطة ايضا بالحالة العراقية وبالتصعيد الايراني وبكل هذه الملفات مع بعضها اليوم اضيفت لها الوضع الليبي محاولة الاتراك للسيطرة او للتواجد للتواجد في ليبيا للسيطرة او لتثبيت واقع الواقع الاساسي الذي سيحكم المنطقة لفترة طويلة وواقع الغاز في شرق المتوسط وكل هذه الصراعات على اقتسام الحصاص في هذا الواقع يعني اليوم اصبحنا امام هذا الامر الواقع في ادلب هو انعكاز لهذا الصراع الموجود على المستوى الاقليمي اليوم في محادثات معمقة على صيلة 2 زائد 2 يعني وزراء الدفاع الخارجي الروس والاتراك في روسيا عمليا الامر كله خاضع للتوافقات وللتقاسم المصالح لنقول بين بين الجميع الحالة العسكرية هي نتيجة وليست يعني هي محصلة او خلاء عفوا يعني نتيجة لما يحدث في الواقع السياسي وليست هي الاساس في تغيير الواقع السباب اللي دفعت اردوغان لي ربط الملفين ببعاد عم يقول بارح بالا عم يقول مسؤولين اتراك بالامس انه التهدئة في ادلب السورية وفي تركيا هي مسار طبيعي او خلينا نقول مسار يؤدي الى تهدئة في عموم المنطقة كيف تقرأ هذا الربط بين الملفات في عموم المنطقة لانه المصلحة الاساسية مرتبطة بكل دول الشرق المتوسط يعني واليوم عادين في وحدة اطراف يقول 현재 عم تحكي على التركيا والروسية في سوريا وعم تحكي عم تحكي على التركيا والروسية في ليبيا عم تحكي على مصالح او ربية ومصالح الناتو بسوريا ومصالح الناتو بشرق المتوسط وليبيا نعم عم تحكي يعني طرق الاطراف واحدة اطراف العمليات الموجودة باها المنطقة واحدة وبالتالي قطعا الملفات الترابطة tongue يعني سأكون عدم توافق في منطقة ما هذا يؤدي لعدم توافق في مناطق أخرى تماما يعني التركي هل تعتقد بأنه يميع الملف بإدلب عبر ربطه بملف ليبيا أو شيء من هذا القبيل يميع عم يربط الملفات مع بعض لا يحقق مصالح يعني يعرف هو أنه في حاجة روسية للتثبيت التهديئة بسوريا هذا عنوان أساسي بالنسبة للسياسة الروسية في سوريا هي صناعة التهديئة بقدر المستطاع حتى ما تنزلق البلاد لوضع كارثي أكثر على مستوى العسكري عم يحكي طبعا وبالتالي عم يفاوض على هذه الحاجة الروسية مقابل سماح أو موافقة وقبول وبالحد الأدنى لمصالح تركية في ليبيا هذا الواقع صار أصبح للأسف يعني هو تمادل مصالح بين دول الإقليمية أكثر ما أنه هو مصالح فعلا دول المنطقة فعلا كيف عم تمشي ولا القوى المجتمعية ولا السياسية الموجودة بهذه الدول هي اللي قديش مصالحها وقديش قدرتها على تنفيذ أجنداتها الوطنية يعني أصبحت الأمور مفتوحة على كل هذه الصراعات يعني كسيرة الحدود خلينا نعوش بكل المنطقة طبعا مكسورة بالمنطقة كلها لأنه اللاعبين الدوليين ادخلوا بكل وبعدين أنت عم تحكي اليوم على يعني كسرت فعلا هو نقطة مهمة يعني أو توصيف مهمة اللي اللي عم تحكي فيه توصيف مهم يعني في عنا نوعين أو حدثين أو مؤشرين أساسيات اليوم نحنا موجودين فيهم أولا التدخل الإقليمي السافر صار بدول المنطقة بشكل كتير هائل وهذا التدخل ما كان موجود بالفترة الماضية يعني عم نحكي على فترة السبعينات والثمانيات والتسعينات الدول الوطنية بالمنطقة كانت قادرة أنه هي تسيطر على قرارها خلينا نقول 90% 95% هو قرار محلي سواء نحكي على العراق لبنان سوريا الأردن الدول الأساسية يعني ليبيا مصر كل هاي الدول اليوم نحنا بمرحلة أغلب هذه الدول بعد الخطات الربيع العربي اللي صارت كلاتها أصبحت مفتوحة على التدخل الدولي بطريقة كتير كبيرة طيب يا رب هاتف مراقبين نقطة تانية مهمة كتير مهمة ولازم نشوفها لقدام كتير يعني اليوم هو ضعف دور الجيوش الوطنية بهذه الدول يعني الحمد لله نحنا بسوريا بالحد يعني نسبيا أفضل من غير دول لأنه مدال مؤسسة الجيش أساسية متماسكة وماسكة بس إذا بتشوف العراق بتشوف لبنان بتشوف ليبيا بتشوف اليمن بتشوف السودان بتلاقي إنه الميليشيات هي الأساسي لأنه بحكم هاي الميليشيات شفنا كيف متنقلة متنقلة ومتنقلة عبر الحدود أيضا فهي حالة فوضى شاملة بالمنطقة من هون أحيانا وقت بنحكي على دور الجيش في كتير ناس ما بتفهم يعني ما كتير بتاخد الفكرة أنه الجيش أنه بس بقصة الدفاع ليس فقط دوره أساسي هو دور الدفاع بس دور الأساسي للجيش هو أنه حصر قوة الجيش أو حصر القوة المسلحة بيد الدولة ومساهمتوا متماسك الدولة تلقائيا طبعا تلقائيا منيحا الكلمة تماما لأنه طالما كان هذا الدور متماسك فالدولة ظلت متماسكة وبخضم هذا الخلخلة الهائلة اللي صايرها اليوم أنت عندك تحافظ بالحد الأدنى على تماسك الدولة لحتى تقدر تبني عليها بعدين لأنه إذا الدولة ضاعت أو يعني تفكفكت بنيتها ونسجتها ما بقى تقدر ترجع على الطبا نهائيا وهي قدامنا ليبيا مثال كتير واضح يعني خلاص انتهت على الأرض صارت إعادة بناءها صار كتير صعب وهلأ في مفاوضات بالحقيقة بين سراج وحفتر برعاية روسية تركية انطلقت منذ قليل في روسيا ولكن خلينا بالواقع السوري أشرت لنقطة كتير مهمة أنه كسر الحدود ساهم بتنقل هذه الميليشيات ويعني فتح المشاكل على خلينا أقول صارت كتلة واحدة صارت مشكلة واحدة ولكن ألا تعتقد بأن هذا يريح إلى حد ما محور المقاومة على اعتبار أنه ما بقى في حدوده إن كان سياسيا أو حتى جغرافيا يعني صارت التنقلات أسهل هل تعتقد بأن ذلك يريح محور المقاومة وربما كان هذا ما يبحث عنه في البداية ربما ما بعرف أسهل يريح لأنه بالأساس أنت ما لك يعني هذا الموضوع اللي بيحكوا فيه الأمريكان ده ننتبه كتير لهذا الحديث لأنه أنت تهاجم أو الأساسي من مهاجمتنا هو أنه وكانت تتلخص أو تتركز الحديث على معبر القائم ولا معبر لي أنه قدرة نقل الجنود والعتاد بين العراق وسوريا وصولنا إلى لبنان لجبهة العدول الإسرائيلي بكل هذا الكلام يعني أنا بعتقد أنه المقاومة يعني فكرة المقاومة هي أعمق من فكرة فقط نقل جنود وعتاد يعني هي قصة موقف سياسي أكتر من أي شيء آخر نعم أنا ما قصدته سياسيا وبيدانيا وهذا الموقف هو اللي بسببه تعرضت سوريا لكل هذه جزء كبير تعرضت سوريا له لهذا الواقع هو تموضع سوريا بالواقع السياسي يعني وين تموضعها بمعنى الأفكار وين بهذا الأساسي نعم فهون المقاومة أعمق بكتير من هذا الأمر يعني وما بتخيل القصة بحاجة ل فتح كانت بحاجة لأنه لمعبر ولا لا يمرقوا جنود أو مدرش يعني بتخيل السياق مختلف ما لتحليله بهال يعني بهال بده أعمق أكتر بالطرح اللجوم اليوم وما زال مستمر هو على موقع سوريا بهذا الوضع واليوم بتخيل ما زلنا نحن سابتين بهذا السياسي رغم كل المصائب اللي نحن موجودين فيها بالمعنى الداخلي يعني وكل هاي الأمور بس بتخيل هذا التموضوع ما حيتغير وبالتالي يعني ما بتخيل إذا جاوبنا عن سؤالك ما له الموضوع فقط نقل جنود هو موقف سياسي أكتر من أي شيء تمام يعني ما قصدت أنا أنه العقوبات على تركيا على عفوا على إيران وعلى سوريا وعلى إلى حد ما على بعض المصارف اللبنانية والآن يلوح بعقوبات على العراق أي أن أمريكا تتعامل معنا كأرض واحدة أو كمحور واحد أو كأرض عمليات واحدة هذا ما قصدته ليس فقط الأمريكان يعني أكيد بالأساسي يعني بداية بداية الشر هو أمريكي بس بالأخير الكل يتعامل مع هذا الواقع أنه هو واقع مفتوح ما يعنينا نحن بالموضوع أنه كيف فينا هذه المصائب اللي نحن فيها نقدر نستفيد منها ونقدر نحن نستثمرها نحولها لنقطة قوة أكتر من أي شيء آخر نعم اليوم العقوبات المفروضة على المنطقة وعلى سوريا تحديدا ولا متخيل متوقع زيادتها أكتر يعني بعد قانون قيصر وكل هذا الكلام يعني تحطنا بواقع كتير صعب وضاغط اقتصاديا والواقع الضاغط هذا الهدف منه اللي كنا عم نحكيه من قبل أنه وين تموضعك أنت بهذا الباقع السياسي وين توجهاتك الأساسية ففعل المقاومة اليوم بيكون أنك أنت تظل قادر على الصمود وقدرتك على الصمود هي ليست فقط بالكلام الإعلامي قدرتك على الصمود هي فعلا بتحقيق الحد الأدنى لا هي الناس لا تقدر تعيش ولا أنت ما تقدر تستمر فإذا كان عندك أنت وكلنا مؤمنين بفكرة المقاومة على الأقل بدك تحاول تفتح للناس القدرة على أنه هي تستمر بهذا الواقع وإلا بيجيك الضربة وأنت ما لك مرتقي بتتغير كله نهائيا وشفنا كيف صار بالمجتمعات لقدامنا وكيف الشرارات شعلت من كيف الاحتقان الكبير بشرارة صغيرة بتشعل كل المنطقة المشكلة نحن الواقع اليوم أنه ما في أي خطة أو أي رؤية فعلا لتثبيت هذا الواقع أو لتريح خلينا نقول نحكي بالعامي أخي تريح هذا الناس تريح هي الأرضية هي القاعدة الشعبية اللي هي مؤمنة بفكرة الصمود وتريحها لا تقدر تسمى تكمل وتقدر تكمل وإلا أنت الناس تنفجر معك الواقع ولا بتقدر تضب أي شيء نهاية نعم خلينا نرجع شوي للواقع الميداني بإدلب شطينا شوي بالحديث ألقت مروحيات الجيش السوري بالأمس مناشير ورقية لأهالي ريف حلب الغربي وريف إدلب ودعتهم إلى ترك مناطق المسلحين والتوجه إلى المعابر الثلاثة التي فتحتها في وقت مسبق في لهبيت وأبو الظهور بإدلب والحاضر جنوب حلب وقالت أنه ستكون جاهزة اعتبارا من الساعة الثانية عشر ظهر اليوم وقالت أنه قرار تحرير جميع المناطق من المسلحين لا رجعت عنه يعني ربما يعتمد الجيش استراتيجيتين خلينا نقول أو يمشي على خطين في حال هو يستعد تماما في حال لم تمشي التهدئة وهو ما يرجحه جميع المراقبين الذين التقناهم في اليومين السابقين قالوا بأن التركي يكذب ويعني ليس هناك أي مؤشر بأنه لن يكذب هذه المرة كما كذب في مرات سابقة على الروسي تحديدا بخصوص التهدئة هل تعتقد بأن التهدئة ربما ستنهار بأسرع مما يتوقع المراقبين وسيستكمل الجيش عملياته خاصة كما ذكرنا بأنه يحشد بريف إدلب حشود غير مسبوقة حسب ما ذكرت مصادر عسكرية أستاذ آسف خلينا نحن يعني الواقع الميداني له طابعين بسوريا سريع تغيراته سريعة اتنين تغيراته سريعة وغير متوقعة يعني بالحدود الكبير كثير يعني بأغلب حالاته ما لا ما لا ضوابط لا تقدر تتحللها في إعلام طريقة صحيح اتنين مثل ما قلت لك من أول هو مرتبط بالواقع السياسي قطعا طبعا قبل ما نحكي هذول يعني المحددين للواقع الميداني في سمت أساسي السمت الأساسي مشان ما نختلق يعني نكون واضحين بالتحليل السمت الأساسي نحن لازم نوصل لنقطة الجيش السوري باصت فيها سيطرته على كامل أراضي السورية هذول نقطة الخلاف عليهم بالأساس هذا بعدين نحكي بالتفاصيل تفاصيل هذا الواقع السياسي اليوم الواقع الميداني أفواً متحرك وسريع وغير متوقع واثنين مرتبط بالتفاهمات السياسية تعالي وأبدأ نحلل نحن أبدأ نحكي أبدأ نشوف الواقع السياسي ما أبدأ نشوف الواقع العسكري يعني الواقع السياسي هو الذي يجر الواقع الميداني وليس العكس قطان تحصيل حاصل الواقع العسكري في توافق سياسي في تثبيت إذنه ما في توافق سياسي ما في تثبيت إذنه كل بساطة يعني الأمور هون في توافق على المصالح في تثبيت إذنه ما في توافق على المصالح ما في تثبيت إذنه طبعاً نحن كسوريين نعمل كل الوقت أنه خلال هذا المسار على بسط النفوذ شيئاً فشيئاً نوصل لكامل لكامل سياسة القدم لكامل لكامل الاراضي هذا يعني هذا الموضوع الاساسي اليوم بجانب المسار العسكري على الارض لاعادة السيطرة يكون في عندك مسار سياسي مسار سياسي انت تكون عرفان تماما انت وين تجي وشو هو الخطة السياسية لانهاء لانهاء هذا الواقع اللي انت فيه المصيبة الكبيرة انه نحن بالتوجه السياسي ما له كتير واضح انه وين نحن رايحين هل نحن ذاك بيه يراد انه ان لا يكون واضح ليس الموضوع ما له موضوع انه ما يكون واضح بمعنى التكتيك السياسي مسار الاحداث بيقول لك بالاخير انه ما في خط واضح للخطة السياسية وين رايحها انت بلحظة ترفض لجنة الدستورية بلحظة بتمشي فيها بلحظة بتحكي على الاتراك بنرفض التفاوض مع الاكراد بلحظة تانية بنعود بنحكي معهم بلحظة بنحكي على التركي بلحظة تانية بنقول لا احنا ممكن انه نتفاوض معهم ما في خط واضح ومتل ما تفضلت حضرتك الواقع الميداني يعني زئبقي والسياسي حتى ليش 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 ما بيكون الواقع السياسي زئبقي السياسي ما له زئبقي الواقع السياسي صعب اكتر من زئبقي توصيف الزئبقي سهل بالنسبة للواقع السياسي اذا بدك لكن هذا لا ينفي انه انت يكون عندك توجه عرفان حالك وامدك تروح ما بيجوز اليوم انت يكون عندك توجهات مختلفة بلحظات متشابهة يعني ما تغير شيء من الواقع السياسي لحتى يتغير الموقف من لحظة للاحظة تانية تعرف شو بدك انت اليوم بحاجة لتقول بنهاية الامر انه يجب ان تصل لاتفاق سياسي لحتى تثبت الواقع الميداني على الارض والثبت الواقع الاجتماعي والاقتصادي على الارض وعندما يكون عندك خطة بتشتغل عليها ما عندك خطة الاخرين بيشتغلوا لك خطة وبدك تمشي فيها مو بمعنى الفرض بمعنى انه هذا الامر الواقعي الموجود لانه انت ما قدمت شيء خلينا ندخل برأس ربما الحكومة السورية اذا صح التعبير ربما تقول اه تبرر ذلك بان اه انا ينبغي ان احرر المناطق وان ابسط سيطرتي الميدانية وبعد ذلك امشي فيها احنا ما اختلفنا على ذاك الخط اللي حكيتها وهي نقطة ثابتة واساسية لا انا ما قصدت انه انه هذا مبدأ هذا لا يلغي هذا وهذا لا يوقف هذا اوكي يعني لا يتوقف المعركة محاولة تثبيت التنمية تحقيق التنمية ولا تحقيق التنمية يلغي يلغي فكرة التخلي انا لا مقصد ان توقف مسار من المسارات ولكن انا اه يعني كحكومة افكر بان اه بانني اه ما اجنيه في في الميدان اصرفه في السياسة ما اصرفه ما ما اصرف شي بالسياسة ما يوجدنا في الميدان لا يصرف بالسياسة هي مصيبة اكبر انت عم تحقيق مكاسب بس ما عم تحقق بالسياسة لانك ما عم تروح على الطاولة بكل بساطة انت عم تحقيق تقدم ميداني واسكري بس عم تحطه بجيبتك ما عم تروح تصرفه وما عم تستفيد منه وبعد شوي بتروح ايمته هاد اللي عم يصير اليوم الواقع هائل 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 الضغط اللي فيه ما له سهل نحن ما نبيل لحظة سهلة ابدا وما والاتي اليوم اصعب من كل الازمة اللي مرأت اصعب اقتصاديا واجتماعيا اصعب بمئة مرة هذا لا يعني انه نحن تدخلخل البلد ولا يعني انه نحن اه 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 نبطل او نبعد عن مواقفنا ابدا نهائيا هذا يعني انك بحاجة لتماسك اكتر وبحاجة لعمل اكتر وبحاجة لي تواصل مع الناس اكتر وبحاجة لوضع خطة بطريقة عاجلة اكتر والمطلوب اليوم ما له حل نهائي مشان ما نحن ما نكبر الحجر على حالنا والقول نحن قادرين على صناعة حل نهائي لانو الحل النهائي اليوم مرتبط بملفات اقليمية دولية كتير هائلة ونقدر نحن فعلا الموقف اللي موجودة في السلطة والحكومة بالتفريق بين الاتنين نعم بالاخير نحن موجودين على الارض وشايفين الواقع وما عم نحكي حكي من السماء ولا منطالب بامور لا يمكن تحقيقها ما منجي بلحظات بس هيك بس فقط منحطل بنقشر باسبعنا ومنحاول بس ننقض ونقول لا اكيد لا لانو نحن موجودين وشايفين فعلا وقادرين نوعا ما على الاقل الى حد ما انو يكون في عنا رؤية موضوعية انو شو لازم يتساوي وشو ما لازم يصير اليوم المطلوب هو اجراءات بتخفف من احتقان هذا الجرح اليوم سوريا تشبه جرح مفتوح وانت بحاجة لاجراءات اسعافية لمعالجة هذا الجرح انت غير قادر اليوم للوصول لغرفة العمليات العمليات يعني الحل النهائي للأسا غير قادر انك توصلها انت المطلوب منك على هذا الطريق انك على الاقل توقف النزيف وتنظف هذا الجرح بحيس انو ما يلتهب ما يزداد الاتهابه لانه ازا مرد اكتر بده يصل لحال الاصعب بده يصير البتر بعدين والبتر مصيبة هذا المطلوب هاي الاجراءات مشان ما نقول والله نحنا قادرين نوصل ولسه انتبه بعد الحل النهاية بدك مرحلة تأهيل لسه مثل المريض اللي عمل عملية كبيرة وعمل جرح لسه بده سنة وبعد فترة لحتى بس يرجع لحالة التأهيل نحن ما زلنا بحالة الجرح المفتوح طيب حد هلأ والجرح لحد هلأ في ناس عم تزدت عليه يعني في في مؤامرة في ناس عم تزدت عليه جراسية وزدت عليه اوساخ وقابل لانه يتقيح اكتر واكتر طيب هلأ وهذه الاجراءات هي بيد السلطة وبيد الحكومة القادرة انه هي تعملها تمام يعني هلأ المستمع ممكن يقول استاذ انا سلة عم ينظر علينا شو هي الخطوات العملية من وجهة نظرك للخطوات السياسية تحديدا خلينا نقول لي اللي ممكن توصلك او تقربك الى المحطة النهائية الى غرفة العمليات اول شي انت داخليا بس ريح الناس بساطة مشان ما تقول تنظيره وحاديسه وخطط اقتصادية بالحد الادنى ريح العالم بس ريح العالم عطي العالم حالة ثقة انو هي تقدر تتحرك بالبلد تروح وتجي وتفوت على البلد بالحد الادنى اخي ريح الناس خفي في ضغط على الناس لا بدنا منكم خطاط اقتصادية ولا شي اخي الله يخليك لا تخططوا بتخطط عم كلماله لا تخططوا بس شو في عوائق قدام الناس شيروه فقط وهي عوائق انتو حطينا والعوائق هي كلاته ورقية اغلب العوائق ورقية سواء ازا حكينا على القطاع الصناعي ولا غرامات ولا فواتير كهربع عن عشر سنين ولا تأمينات ولا مدر كلاته امور قاروه وراء بيتغير الاف الشباب الموجودين براه يلي جزء كبير منه انهنه لسا عم يبعتولهم مساري لا يعدوا براه مشان موضوع البدل والجيش اخي حلو قصة البدل بده قرار جري قصة الجيش اكيد نحن مع تجنيد الاجباري ضل موجود ومع حكينا اول شي قوة الجيش اساسية للبلد بس اخي بده حل قصة ما ميمكن هيك انت عندك موارد هائلة اليوم من الشباب والمال برات البلد لازم تستفيد بنهم بدك اليوم انت عم تحكي بنقطة تالي بدك عم تحكي والله اليوم انه نحن بحاجة نشتغل على الصناعات متوسطة والصغيرة طيب ماشي ما بدك رؤوس اموال صغيرة تجي معاملك رؤوس اموال كبيرة رؤوس الاموال الوسط والكبيرة ما بتجي لانه يلي عنده شركة برا او اللي عنده معامل برا ما بيقدير يجي لهم لانه بيخاف انه هو تلحقوا العقوبات بدك الناس اللي هي مالة تجار يعني المستثمرين لصغار هي ناس اللي هنا بالاساس ما لهم قطع صين ما لهم قطع خاص بس حدا ان كان طبيب ولا مهندس ولا ولا عايش برا عنده شوية مصاري جاي بده يستثمرهم بالبلد او حركة ناس تروح وتجي بالحد الادنى بدك ترجع تبني استقامة مع الناس انه هي قادرة على الحركة قصة الحوالات ضلينا سن ضلت العالم سنتين تحكي فيها الحوالات لك يا اخي خلي عندك مورد عم يجي على البلد عطيه مرء له 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 طريقة ما مادية انه اخي ما عطيه للعالم خده صرفه بسعر قريب من سعر البيع وعطيه وكل قرار بالاخير وقت اول السنة عملوا قرار التحبيلات التفضيلية عملوها على اساس الوامة المتحدة عملوا بسبعمائة ليرة طلع القرار بدقيتين ما لا مشكلة من لقى حل بالاخير لهذه الامور هي كلها تأمور عوائق ادارية بيروقراطية عم بتكره العالم العالم عم تنفر بطريقة هائلة وهي القرارات اللي مالها محسوبة ولحظة فوق ولحظة تحت لحظة تقنين ولحظة متقنين مرة كيلين رز مرة كيلين سكر يعني تخبط هائل بالعداء والناس ما بتحسبها ما بتجي بتقوله الموظف الفلاني خطئ بتقول الدولة كلاياتها ضدي تشملها ابصر كلاياتهم شو عم يخططوا ضد المواطن هو ماله هيك نكون موضوعين مشان ما في ناس كتير هائلة عدد كبير من الناس بالحكومة ينضاف وعم يشتغلوا من قلبه ربي يعني ما ما واحد يحكي بس انه اخي قرارات كل واحد كل مرة من بحاجة المواطن ليفهم على لقن بعدين اخي هي قصة الفساد انه انا مالي فهمانا هل انتو قادرين فعلا على محاربة هات الفساد لما لا هاي مسرحيات الفساد حت انتهى لما لا اي مسرحية بمحاربة الفساد فاشلة هي عم متعمق عدم السقة تماما الكامل لا تحارب اقول وما بنا نحارب اسهل اسهل ما تقول بدك تحارب وما يطلع معاك شي ولا مبادرات فاضية مبادرة التجار لدعم الليرة ولا ادعم الليرة بزكاتك يعني اخي يا اما قدم شي عن جد يا اما لا تعملوا لا تعملوا شي لا تعملوا شي افضل اقسم بالله ارياح يعني يعني عندكم مشكلة وحيدة حلوة هي مشكلة القرارات ضمن الحكومة بس هي التعقيد البيروقراطي ضمن الحكومة بس اخيها بس هذا حلو وتركوا العالم لكان معقولة والله اللجنة القطاع العام الصناعي سين ونوص بعد انا اسفنجل تدرابي لو نعملوا جروب على الواتس لحتى تحلوا الازمة تتناقشوا بيناتكم كيف نحل القطاع العام الصناعي حلو مشاكل كل لحالكم بس حلو عن رقبة العالم العربي هي هيكة تمام تركوا العالم تشتغل بس وهذا كله عميلك هي كله مرحلة اسعاف الحل السياسي يقتضي جرأة اكتر بعدين يعني جرأة عالية مستوى هذا كله عم محكي لك باجراءات خلينا نتفق انه الارضية الاقتصادية صارت واضحة خلينا نقول على فرض ما هي الخطوة السياسية مرة كنا نحكي المشهور خطة الاقتصادية مع احد الاشخاص فعملوا هاد الحديث تبع انه موضوع الثقة تلو بعدين اي خطة اقتصادية بتاخدوها ما لا مشكلة ما لا مشكلة تبهمك الناس تقدر تتحرك بالبلد هي ومرتاحة بتصير تفاصيل الاصل بعدين اخي اي خط مو مشكلة اي خط اي خط شو ما كان يكون بس هم خط واضح انو اخينا احنا ماشيين بهذا الاتجاه نحنا من هاي النقطة حنمشي لهاي النقطة لهذه المقطة وكونوا صريحين مع الناس اخي الناس بقى تحملت بقى تحملت تقولوا لشي وبقى تكون في شي كونوا صريحين والناس بتعرف والناس اللي بقيت بعد هالعشر سنين من الحرب قادرة تتقدر قادرة تقدر فعلا الواقع شو هو بتقولوا صح بتحمل الناس معكم يعني يعني بالحقيقة كل ما الناس يمكن شوي اخدت شوي تصيب بطلع قرار جديد بيدمر الكمية الثقة خلينا نقول اللي بلا شرط تتولد داخلي مشان ما نقول يعني مشان ما نكبر القصص برجع بقول المسار الدولي معقد جدا وابدها فترة طويلة لنوصل لتوافق اكيد بس انت ما فيك تنتظر هداك المسار لحتى تشتغل شوه تمام ولا يجوز ربط الاصلاحات الداخلية بالمسار السياسي الكبير نهائيا لانه انت بتصفى بعد فترة ما لاك واقف على الارض تنهار الارض تحتك وكل اياتنا مننهار كل اياتنا هي المصيبة كل اياتنا نحنا على مركبة واحد مئة بالمئة اليوم وصل على العاصم الايراني طهران وفد حكومي برئاسة عماد خميس رئيس مجلس الوزراء واللافت انه كان الوفد يضم وزيري الخارجية والمغتربين وليل المعلم ووزير الدفاع عليماد علي ايوب بظل خلينا نقول العقوبات على سوريا وايران كيف تقرأ هذه الزيارة ولاحقا سنتحدث بقضية استشهاد قاسم سليماني وزيارة رمزية زيارة وزير الدفاع الى ايران ولكن بداية خلينا نفوت على الشق الاقتصادي يعني انه الاثنين الوضع تعبان يعني انه شو ممكن يكون عم يتناقش هلا بالخيل الزيارة يعني انا ما عندي معلومات عن الملفات فعلا الموجودة على الطاولة ولكن من قراءة من يعني هيك سريعة من المبدئية من الخارج بخصوص بوجود الوزيرين وزراء السياديين يعني وزير الدفاع ووزير الخارجية بعتقد انه الزيارة بشكل الاساسي هي يعني سياسية اكتر منها اقتصادية بمعنى انه نحن ما زلنا على نفس المواقف وما زلنا على نفس الوزيرين خصوصي اليوم بظل الحديث الكبير يعني الموجود على انه الاستهداف قاسم سليماني كان بهدف اساسي هو اخراج ايران للمنطقة وتحجيم دور ايران وكل هذا الكلام اللي اللي عم يتوارد يعني فبعتقد انه يعني الرسالة الاساسية هي رسالة سياسية اكتر من اي شيء اخر يعني انه نحن ما زلنا بنفس المحور وما زلنا بنفس الخط وما زلنا مع بعض يعني سواء بالمعنى الاقتصادية وانه حياتنا واحدة وتوجهاتنا واحدة يعني هاي بتخيل بتخيل هاي الرسالة الاساسية يعني الملفات التقنية او التكنقراطية يعني الملفات التقنية بتخيل ما بتخيل فيها شي جديد يعني ما فيها اشكالية اساسا ما فيها اشكالية وما بتخيل في ملفات جديدة يعني حتى بالمعنى الجديد انه في ملفات صر لفضرة قضايا ماشية يعني ما لا ما لا واحدة تمام الى بقضية اغتيال سليماني ردت ايران بكما بات معروف بضرب قاعدة العيل الأسد. وبالحقيقة مبارح مراسلة سينان انكشفت حجم الدمار فعلا كان دمار هائل بتلك القاعدة. ما بعرف كيف تسربت الصور يعني وليش تسربت بهذا الوقت من قبل الولايات المتحدة. ولكن هل تعتقد بأن القضية انتهت ضربة بضربة وهي دار مدخل. هي تسربت من السينانين من الولايات المتحدة. ونحن كمان ما فيك تنسى الصراع العميق الموجود بالولايات المتحدة. يعني جناح ربما. جناحين يعني كتير كبير. يعني وخصوصي سي ان ان اللي هي يعني اه كقناة يعني في صراع كتير بينه وبين ترامب. يعني شفنا كتير شو صار بالفترات الماضية. فأكيد ترامب وقت عم يحكي انه نحن ما في خسائر والقصة كتير بسيطة وعادية وانتهى الموضوع واقفوني. يعني هي بس انه وليش تسربت يعني بهذا بالاطار الداخلي بتنقاس وتتعامل اكتر من اي شي تاني داخلي الامريكي طبعا. اه هل توقف الامر بال بالمعنى المعلن المفروض انه توقف يعني بالمعنى الرسمي او المعلن بهذا الاطار لانه يعني بالطرفين ما حدبته انه تنفتح الامور تتصاعد اكتر باتجاهات اكبر من هيك ما يعني ما حدبته نهائيا. اه اه وشفنا يعني من التسريح من التسريبات يعني التسريحات الايرانية اللي صارت وحتى لايه انه الولايات المتحدة بعتت اكتر من من وصيط لتهديئة الوضع مع ايران وانه الرد يكون محسوب وانه كل هذا الامر وحتى الرد الايراني عمليا هو فعلا محسوب ومدروس بطريقة انه ما يجر تصعيد اه ما يجر تصعيد اخر بمناطق تانيا. بالمعنى الشكلي لهذه الحادثة انتهى الامر هون ايه? اه على المعنى الطويل لا المسار طويل ما زال يعني في كتير يعني قد يكون الردود سياسية بقى بتتجي فيها بتيكون بس الصراعة احتدم اكتر اكيد يعني بهذا بهذا الموضوع ومستمر اكتر يعني اكتر بكتير يعني فيه تفاقم. الا لحتى كمان نكون موضوعين بنهاية الامر لابد ان يجري توافق يعني الطرفين ظلوا فاتحين الباب للتوافق يعني سواء ترامب بحديثه كل الوقت عم يقول انه نحنا ما بدنا اسقاط ان نستعدين للتفاوض نحنا ما عم نحكي عن تغيير النظام عم نحكي عن تغيير شو بيسميها تغيير سلوك سلوك والسلوك للنظام. اه التصعيد هلأ موجود التصعيد الامريكي يعني لوم ترامب عمل خمس تغريدات بال باللغة الفارسية يعني يعني صار مباشرة يعني هذا نوع من التصعيد وهذا يمكن تصعيد اخطر حتى من اي تحرك عسكري تحرك عسكري تاني لا نحنا بسياق تصعيد ولكن بعتقد انه سياق تصعيد بده يوصل بالاخير لتوافق لانه ما يعني لا يمكن الغاء الطرفين ولا بده يصير توافق ما بالاخير قطعا. يعني ايران اعتبرت يمكن طعم هاد خلينا اقول مطعم غير كافي دعوة ترامب للايران للتفاوض خاصة بعد يعني عديد من المراقبين يقولون بانه كتير خلينا نقول بين مزدوجين تخيني القصة انه انتي قتلت سليماني وعبت دعيني تاني يوم للتفاوض يعني كتير صعب على ايران تلبيها. بارح بارح قال انه غير مهتم بالتفاوض حتى يعني رفع السقف اكتر السقف. قال انه ما في تفاوض ونحن ما اننا مهتمين بهذا الامر لو هي رابط بالتفاوض فنحنا ما يعني. اه نسف المبادرة تماما. احنا لك بالسياسة ما في شي يدخينه وفي شي كبير يعني بالسياسة دائما في مصالح في مصالح عليا كتير بعيدة المدى يعني. اكيد وخسارة كبيرة لا لاييران اللي صار. بس اه بنهاية المطاف اه اعتقد ايران اه بالفترة الماضية هي دولة اثبتت انه هي دولة مؤسسات وادرة انه هي تدرس مصالحها بطريقة صح يعني ادارتهم للملف النووي الايراني كانت رائعة بصراحة يعني. طبعا. اشتغلوا على كل الجبهات على جبهة يعني سواء التشديد بالتشدد بمحلات معينة ولا التساهل بناطق اخرى. بعد الملف النووي الايراني يعني بعد ترامب ما الغى السحب منطرف واحد الايرانيين الدبلوماسية الايرانية اشتغلت بطريقة رائعة يعني على كل الجبهات. ما تخلوا عن الجبهة الاوروبية رغم انه انا بيعرفوا انه هي جبهة يمكن مالة كتير قوية ولكن رغم هيك ما تخلوا عنها ضلوا عم يشتغلوا عليهون. اشتغلوا على الصين اشتغلوا على اليابان اشتغلوا بكل الملفات بكل المساحات التفاوضية السياسية والدبلوماسية المتاحة عبوها باقتدار وبجدارة الدبلوماسية الايرانية كانت فعلا يعني اشتغلت بطريقة احترافية هائلة ما هدي وزير الخارجيين ما ما اعد ما في كل مرة كل يوم من كل اسبوع في لقاء بمحل معين عم يدافع عن قضيط وعم يشتغل من محل لمحل فبتخيل قادرين بملاحظة ما انه هن اه يوصلوا لي لتوافق يعني ما مكتير غريب يمكن الاكل تضرب اكتر شي اوروبا بتحديدا بريطانيا وفرنسا والمانيا ويعني اليوم تستنجد وتقول بانها انا متمسكة تمام بالاتفاق نوع على ايران ان تتمسك به يعني يعني صارت بين مطرقة واسندان واشنطن وطهران اه اوروبا طبعا مع الاخذ بعين الاعتبار المصالح الاقتصادية الهائلة التي كانت مع ايران طبعا ما ضلت اوروبا ما تمسكة بهذا الموضوع الاقتصادي يعني لا حتى لانه مصالح كتير كبيرة مع مع ايران هلا هذا كمان بيفتح حديث كتير كبير على الدور الاوروبي والمساحة الاوروبية اللي يادم تكون موجودة يعني بمواجهة الحالة بمواجهة اله او من بمواجهة يعني هنن ضمن محور واحد مع الولايات المتحدة ولكن هدا افتراق المصالح الكبير الهائل اللي بين الولايات المتحدة واوروبا. بلاية المطاف تبقى اوروبا لاعب اساسي. ما فيك تجاهله. اه يعني على الاقل شوف خذ مثال حركة بوتن الاخيرة يعني الى اليوم. اه اه اجه على سوريا لتركيا. الالمانيا. وصل شاف الالمانيا بعدين نازل على الاسرائيل يعني بالاخير يعني ما يحدث هون رجع مع الالمان. الالمان هنه النقطة الاساسية باوروبا وتليه هون فرنسا بعدين طبعا. في تشابك مصالح حائل يعني كان اشتغل على السيل على مبوب النفط الامبوب الغاز ببحر البلطيق سيل الشمال توافق معه. ارتباط المصالح بهال بهالدرجة العميقة بيناتون ما. يعني انا تخيل نوع ما من ادارة العالم المتوازنة القادمة قد تكون بنهاية الامر انه يكون فعلا في توافق روسي اوروبي عميق المستوى يعني. فعلا بيكون في عنا توازن نوعا ما بادارة العالم. هل يسمح الامريكي بذلك؟ طبعا لا. لانه يعني بالاخير ما للموضوع انه هو يسماح وماسك يعني بالاخير فيه مساحات وفيه هوا مش مشغل عليها. مساحات التي تحرك نوانا. هي اللي حكته ميركل مبارح مهم يعني او من يومين عميق. كانت تقول انه احنا ندعم السيل الجنوبي وما يشين بخط السيل الشمالي يرغم انه ترامب حطى انه يفرض عليه عقوبات يعني السيل الشمالي. وآآ آآ يعني موقف متقدم من 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 ميركل وقالت بنفس الوقت انه هذا لا يعني انه نحنا موارد الغاز فقط حتجي من روسيا يعني كمان ممكن نحنا ناخذ من آآ آآ من امريكا يعني. هذا موقف متقدم نوعا ما بالبالواقع الاوروبي. هذه توافق المصالح الروسي الاوروبي او هذا على الاقل نحنا بشرق الاوساط يعنينا جدا. ما فينا نتجاوز هذا عن هذا. خصوصي سوريا. حتى ميركل وابطن اتفقوا بالخطوط العريدة على القرار قرار مجلس الامن. انتين خمسة اربعة. انتفاؤوا على ليبيا. تمام بالنسبة لسوريا وبنسبة لليبيا. هذا يؤكد ان الملفات كلها صارت مترابطة. مترابطة مع بعضها. وعمل لك خصوصي احنا بالشرق الاوسط يعني ما فينا نستغني عن عن الدور الاوروبي عن الوجود الاوروبي ولا الوجود الروسي هلأ يعني الموجود هلأ. سوريا كل عمرة هي بوابئ بين الشرق والغرب. كل عمرة هي نقطة توازن بين الشرق والغرب بين المتوسط وبين العمق القاري الاسيوي. تمام. ما فينا نكون جزء من حالي بدون الحالة الثانية. مصالحنا نحنا كسوريا مرتبطة بالواقعين بنفس الوقت. الروس للصراحة للواقع يعني بأول فترة بالأزمة السورية كانوا متخبطين بس بالفترة الأخيرة الروس يعني نوعا ما عم يقدروا أنه يوازنوا الملفات لحد الآن طبعا هنين عم يشتغلوا على مصالحهم كمان لحتى يعني ما نكون أنه مصالح عم يمشوا فيها بجوز نحن نتوافق معهم 95% بس في 5% نختلف في مصالح داخلية غير مصالح هلأ هاي نسبة هلأ عم أولى هيك لا يعني أنه نحن فعلا متوافقين بس أنه بالأخير عم يديروا ملفاتهم بطريقة فيها حرفية أكثر ولكن عم يديروا لو صالحهم بالأخير متوافق معهم مختلف معهم بس أنت بدك أنت مصالحات أنت إدارتك للملف تكون واضحة من هذا من هذا اللي ننطلق من هذه النقطة التي تذكرها حضرتك زيارة بوتين الأسبوع الماضي إلى دمشق كيف قرأتها يعني بتوقيتها وبالملفات التي بحثت والحقيقة ما تسرب كتير يمكن كان عنوانين فقط للزيارة مرتبطة بالسياسة بشكل عام ولم يتم تحديد يعني ما بحث ووقيت الأمور بشكلها العام ما كان في شيء واضح بالتصريحات بالموضوع ولكن سياق الزيارة يعني سياق الزيارة واللي طالع عن جدول الجدول الأعمال بيقول أنه في حاجة للقاء الرئيسين كان يعني كان في مواضيع بحاجة أنه ما تمر عبر عبر وسطة أو رسائل أو مندوبين خاصين أو كل هذا الأمر بحاجة لجلسة معمقة وهذا بيوحي أنه في عندك يعني رؤية ما خلينا نقول للفترة القادمة نعم أي واحد اثنين قطعا في يعني أحد تخيل أحد النقاط الأساسية هي محاولة يعني أو مو محاولة يعني تحييد سوريا عن الاهتزازات القادمة بالمنطقة يعني أنه خلص الموضوع هنا البلد ثابت خلص ما بقت يعني ما لفايت بها الزات ارتدادية تانية وشفنا نحن الموضوع عم تنفتح بليبيا أكتر من سوريا بس موضوع إدلب عمينها كافية يعني محاولة تحييدة خلص أنه نحن الأمور الكبيرة الخضات الكبيرة وحتى يعني نحكى بالفترة الماضية كان روسي حكو ولا الرئيس الأساس أنه العمليات العسكرية الكبرى انتهت تقريبا بمعنى أنه الخضات السياسية الكبرى كمان انتهت بسوريا يعني الوضوع هنا نحن نوعا ما استقرار هو استقرار هاش استقرار مؤقت البدك يا ولكن نحن ابعاد عن التوترات يعني العقد الكبرى خلينا نقول تقريبا تماما اليوم السفير الروسي لدى لبنان علق على زيارة الرئيس الروسي بوتين وقال أنه زيارته إلى دمشق لا علاقة لها بجريمة اغتيال سليماني والحياة كتير ناس ربطت زيارة بأصة اغتيال سليماني وشدت بنفس الوقت على أهمية اتفاق وقف اطلاق النار في إدلب يبدو الروسي متمسك بهذا الاتفاق إلى حد كبير وقال بمقابلة إذاعية أنه نسبة أنه جميع الأطراف يعني الوجود الأمريكي في سوريا والعراق مرفوض من قبل جميع الأطراف وأسلوب ترامب يرفع نسبة التوتر قبل بدأ أي مفاوضات والحقيقة بكل هالتصريحات لفت كان تصريح لألوبي أنه الرئيس الروسي وهون نرجع شوي يمكن لصد بوتين وألمانيا الرئيس الروسي بلاديمير بوتين يتواصل مع البلدان الأوروبية للمشاركة في إعادة إعمار سوريا كان لافت هذا الكلام حقيقة طبعا لأنه اليوم يعني قلنا العنوان الأساسي للسياسة الروسية بسوريا هو تثبيت الاستقرار تثبيت الاستقرار يعني أنه الوصول لتوافق سياسي تنين تأمين غطاء دولي واقتصادي لتثبيت التعافي والبروحة الاقتصادي يعني هدول الخطين أساسيات لا يمكن أنه تبعدوا عنه وأنه هيك روسيا متحاول تبعد دائما عن العمليات العسكرية عن الغرق بالعمليات العسكرية تلاقي توافقات سياسية وتقدر أنه هي تثبيت هذا الواقع الأوروبي بالنسبة لموضوع سليماني بعتقد أنه ما له علاقة يعني ما له ما له علاقة مباشرة بالموضوع يعني ما لدينا معلومات ولكن تخيل زيارة مثل هاي ما بتكون يعني بيوم واحد يعني ما يعني ما أكبر من هيك الموضوع بتخيل أكبر لا ننسى نحن أنه من حوالي شهر كان لابروف بزيارة للولايات المتحدة وكان في لقاء مطول بالبيت الأبيض تماما يعني إذا في شي بيكون بلش من شهر مو هل بعد إذا في شي يعني بس نحن أنا ما عنا معلومات نحاول نقرأ بس السياق الهداث كيف ما يصدر وكيف الأمور موضوعيا بتحدث يعني زيارات رؤساء بهالقصة ما بتصير أد ما كان الحدث كبير بس ما لها طبعا بديكون في إلا تمهيد وملفات صادقة أكيد وملفات لاحق دام لينبنى عليها الموضوع ولكن يعني خليني أرجع على نقطة الرئيس بوت أن يدعو أوروبا أو خليني أقول يعمل على إعادة أوروبا لمشاركة أوروبا في إعادة أمار سوريا هل تعتقد بأن بأن ذلك رسالة أوروبية إلى الروس أم أن الروسي يحاول جذب أوروبا الروسي صر له فترة على هذا الموضوع عند آخير نحن يعني بما معناه عوتات عوتات الأوروبيين خليني أقول البريطانيين والفرنسيين تحديدا هل سيقبلون مع باطن بهذا الطرح أو هذا أخير كانوا أبلانين معنا من ثلاث سنين بس نحن ما عرفنا ندير الملف معهم صح الواقع اليوم الروسي عمل يعني 2-2-5-4 بغض النظر عن تفصيلات يعني عن الصياغة الحرفية خلفيته مطمونه من جوه فيه تلت نقطة أساسيين يجب أن تتحقق حتى نقول نحن في حل سياسي صار هي الحوار الوطني دستور وانتخابات هدول تلت نقطة أساسيين وأي حدا بيقول 2-2-5-4 بالتصريحات كلها يعني أنه دول تلت نقطة لازم يصيرون الروس أمام البرود الأميركي التجاهل الأميركي للحالة السورية والعطالة الأوروبية حاولوا هنين يحركوا الملف السياسي أولا بأستنى لحتى يعملوا التوافقات العسكرية ويحاولوا يثبتوا الباقية بعدين انتقلوا للمساء السياسي بسوشي أنه عملوا حوار الوطني فإننا نحققوا على أساس أول نقطة بعدين ضغطوا هن الماشيين أكتر شيء باتجاه اللجنة الدستورية أكتر من أي حدا آخر يعني الروس هن كتير من الشيء ولسة وحتى مصرحوا بإيامة أنه لن يسمحوا بإسجال اللجنة لا بالنسبة له أنه هي نقطة أساسية بالحل السياسي الروسي يعرف تماما أنه هو الحل السياسي هو عم يصنع بضاعة سياسية هذه البضاعة السياسية بحاجة لمشتري بحاجة لتتوافق مع حدا آخر الأمريكي اليوم ما بده يشتري ما هيشتري شيء لأنه هو ما له راغب بالقصة كلها نهائيا يبقى أمام الروسي ليوازن الموضوع هو الأوروبي لأنه أستنى لحالة وسوتي لحالة ما بتعمل حل مستدام ما بتنشي ما بتقلع بده طرف تاني ليحمل معها الكفل تتوازن الموضوع الأمريكي اليوم على الأقل بالنسبة لموضوع مجنة دستورية وبالنسبة لمواضيع التوافق مع الأوروبي ما عم يعارض يعني عم يقول أنه إذا اتفقتوا أنتوا أنا ما عندي مشكلة وعنده رغم الصراع الإلحاد الموجود على الإعلام يعني بين الروسي والأمريكي ولكن بالنسبة له الروسي بيهمه أنه يدير الواقع يعني يثبت الواقع بسوريا لأنه الأمريكي بده يحراسهم الموضوع المشكلة فإذا الروسي بيلاقي توافق مع الباقين ما عنده مشكلة تماما فهون الدور الروسي عم يشتغل هاك عمل لك أنه عم يشتغل بيحنكي نوعا ما بحاجة ليكمل أطراف اللي بيقدر تحمل عملية سياسية فعلا مستدامة نوعا ما ومتوازنة نوعا ما لا تقدر تمشي لقدام وهذا اللي عم يحاول الروسي دائما يعمل من هون عمل لك التوافق روسي أوروبي بملفات المنطقة بيعمل ما له حل نهائي نرجع بيوله الحل النهائي مرتبط بالأمريكي قطع بيرفع العتبة معينة ولكن تماما بيرفع العتبة بيحقق النوع ما بالاستقرار ها وضع سياسي وضع مستقر تقدر أنك أنت تنفذ شوي تتحرك شوي تماما ويمنع روسيا من أنه تغرأ بريمال متحركة عسكرية بسوريا بعوما يعني تماما بالوقت الأليل المتبقي بالملف السوري تحديدا المعبوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جفري بحث باليومين الماضين كان في زيارات نشطة إلى السعودية وإلى تركيا وقال أنه بحث في تركيا الوضع في إدلب وعمل اللجنة الدستورية وما تسمى المنطقة الآمنة في سوريا والتقى كان من وقت الأسبوع الماضي وزير الدفاع التركي ووزير الخارجية التركي واليوم كان بزيارة إلى السعودية يعني كيف ما هي البضاعة التي تسوقها الولايات المتحدة في هذا في تلك الزيارات الولايات المتحدة اليوم عنده عنوان يعني كمان ما بنعرف بس عنده عنوان أساسي اليوم هو إيران عنوان الأكبر هو الصين طبعا هذا عنوان استراتيجي بعيد المدى هلأ ما لهم وطروح على الطاول العنوان اليوم اللي عم يمشي هو الوضع الإيراني كيف يمكن بالنسبة لها أخراج إيران من سوريا والحد بالنفوذ الإيراني داخل سوريا والتالي بتخيل هذا العنوان الأساسي اللي عم ينطرح بكل الملفات وبكل المواقع وقد يكون أيضا محاولة لتعطيل أو تبطيء المسار الروسي بصناعة الحال نعم الحيوات انتهى تماما أنا بدي أشكرك الأستاذ أنس جودي رئيس حركة البناء الوطني كنت معي على هوى إذاعة ميلودي أف أم كما أشكركم مستمعي إذاعة ميلودي أف أم على حسن استماعكم كنا معكم علي محفوظ بالإخراج منير الرحال ومي عبد النور بالتنسيق وبالعداد التقديم كنت معكم اليوم أصف أحمد غدا نحنقها جديدة وظيف جديد إلى اللقاء شكرا لك أستاذ أصف علي في دمشق أرى المغة كلها على حبة قمح مكتوبة مكتوبة بإبرة هنشا بإبرة هنشا في دمشق تطير الحمامات خلف سياج الحمامات في دمشق في دمشق في دمشق وإبرة هنشا والسلام والبهم في رباك في رباك في رباك في رباك اشتركوا في القناة